من ضمن الأسئلة المحيرة جداً عند الشباب والبنات إيه حدود سلطة أهلي عليها نارض الشباب داخل على جامعة ولا في جامعة ولا خلصوا وعايز يشتغل ممكن يحصل حالة من التدخل في شيء هو يارا خصوصي أختار أنهي كلية ده قراري أنا نجبرت اشتغل فين ده قراري الشباب مثلاً للولاد اتجاوز مين بنت دي عجباني حتى لو أهلي مش موافقين وبيحس الشباب اللي اتربت المحترمة أن في نزاع ما بين بره والأهله وخصوصيته ولا شك إن الموضوع ده محير جداً جداً عند كل واحد عايز يحافظ على علاقته بأبو أمه وهنا سيدنا عمر كان بيقول القول المشهور بتاعه هو مش حديث لاعبوهم سبع أو لاعبه سبع ثم قدبه سبع ثم صاحبه سبع كده بقى عنده 21 سنة ثم اترك حبله على الغارب قراره عنده لكن بعض الأهل مش دي سياستهم بعض الأهل بيتصرف من دافع الخوف ممكن يتدخل في الكلية اللي انت عايز تخشها ليه؟ خايف على فرصك في المستقبل شوف دافع الخوف أهو فعايزك تخش كلية معينة هو يعرف يساعدك إنك تشتغل أو البلد فيها فرص أو شغله ينفع يوظفك عنده يبقى عايز يتدخل مثلاً تشتغل في بلدك ولا تسافر بره برده عشان دافع الخوف لا شك إن فيه اتزان في الشريعة تجاه البنت إن زي ما هي مش المفروض تتجوز من غير إذن وليها أبوها أو أي أن كان اللي عايش لكن في نفس الوقت لا يجوز للأب يفرض على بنته عريس معين هنا فيه اتزان بس الحيرة الأكبر عند الولد اللي فيه بنته ممكن تبقى عجباه ومال يعنيه وأهله مش موافقين وهنا إنت لو بعدت لأي دار من دور الإفتاء في المسائل اللي قلت لك عليها ديه الكلية الشغل الجواز هتلاقي دور الإفتاء بتفتيك إنك إنت مش عاق الجواز هنا للراجل طبعا في الحتة دي أنت هنا مش عاق إنك إنت تاخد القرار وأهلك مش المفروض يتدخلوا لكن الحقيقة إن الحياة ما تتمشيش بالطريقة دي بل الطريقة دي بتزود المشاكل والحيرة وأهل الخبرة اللي عندهم رؤية كده في تاريخ الناس وتصرفاتهم بيقولك هناك فارق ما بين الإصرار والمغالبة لو عايز تعمل حاجة وأهلك مش موافقين عليها وهي حقك والعلماء قالوا لك ده حقك وأنت مش عاق واحدة واحدة فكر حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا إن بركة العمر بتزيد بصلة الرحم وبر الوالدين أنت محتاج البركة دي وهنا عايز أقول لك المغالبة إنك أنت ما تسمحش لأهلك يتدخله في الكلام ده عارف أنت لما تبقى عامل وش معين كده المنطقة دي خصوصية خاصة بي اللي هيقرب منها هيشوف وش مش حلو بعضنا بيعمل كده مع أهله لما يحب إن أهله ما يتكلموش في حاجات معينة كأنه بيوقفهم من بعيد اسمها مغالبة دي لا تليق في حق الأهل لكن في حاجة تاني اسمها الإصرار يعنينا عندي قرار في حاجة معينة وعندي معطيات وأنا وأبناء جيلي شايفين إن ده مناسب أفضل وراء أهل بكل أدب وذوق وإصرار فيها اتزان كده ما بين الحزم والإصرار واللين تعارف الأحد الصالحين يقول من ألزم أبواه الحجة فقد عقهم يعني اللي يسبت أهله في الكلام ويتكلم معهم بطريقة صغرهم فيلزمهم الحجة ده عقوق إحنا بنتناقش آه عمدي إصرار على حاجة لكن في نفس الوقت مش ناسي إن ده أبويا ومي بعد ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام على طول فلو أنت حيران في الموضوع ده هتلاقي الفتوى إنك إنت مش عق لو اشتغلت الشغلة اللي أنت عايزها عادت في بلدك ولا سفرت دخلت كلية اللي أنت عايزها بس القضية هنا لو تسمح لي يعني مش بالقطع ده دور برضو إنك إنت في المستقبل بقاش فيه احتكاكات كبيرة كذا حد من أصحابي كده عايز يجوز بنت معينه وأهله مش موافقين فضل وراهم بالراحة بالراحة لكنه مصر وبالعقل والمنطق لغاية ما وفقه وتمت مباركة الزيجة دي وتمت مباركة الشغل ده وتمت مباركة الكلية اللي عايز يخشها دي والأمور عدت من غري احتكاكات وكانت في سلام والحيرة قلت